حرية مترشحة حزب جيل جديد من العاصمة أهلا بك وأيضا كريم مونة مترشحة القيمة الحرة من أجل التغيير العاصمة أهلا بك إذن بداية نستهل حديثنا كسؤال أولي الحمل الانتخابي يعني هي في الثلث الأخير بداية سيد بن حميدة يعني كيف تسير الحملة وكيف رأيتم ربما تجاوب المواطن مع هذه الحملة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة على الشرف المرسلين بما يخص الحملة الانتخابية مشتنا بطريقة بالنسبة لقائمة العلام رقمها 31 ابتدعنا طريقة جديدة وهو المشي في الوقت أو في العمل الجواري ولكن كان بدقة وعملية تحسيسية لتحسيس المواطن لكي لا يكون هناك عزوف وكانت لنا صعوبات لأنه الشباب يحمل فكرة خاطئة على الانتخابات قمنا بعملية تحسيسية كانت نجحة في بدايتها والحمد لله رب العالمين ما كانتش أنا الوحيد المترشح كانوا معنا اثنين اطارات او ثلاثة مع انه هذه القائمة قائمة العلام رقم 31 تحمل اطارات متعددة فيها سنتحدث على التركيبة وعني بالاضافة الى العمل في الولاية أنا كان عندي دور في مديرية الحملة الوطنية فتعاملنا مع كل الولايات في الحزب بالنسبة لولاية الجزائر احنا مشينا بمبدأ انه نخدم بالعمل الجواري قمنا بطباعة البرنامج على شكل جرائد يعني ومشينا في مختلف المناطق ووزعنا يعني البرنامج وحاولنا نفهم المواطن يعني على ضرورة الانتخاب من أجل البرنامج يعني ولازم نحبس يعني الممارسات القديمة هذه يعني تعالو هي تلك تقيلة يعني من أجل تغيير الذينية اكيد يعني الأحزاب القديمة المعتاد يعني اللي كنا نشوفوها كانت تخدم يعني بمبدأ الوعود الكاذبة يعني وتبيع الأوهام ولكن بعد الحراك يعني شفنا بلي كين وعي كبير للشعب الجزائري وينولت الوعود هذي كما تمشيش يعني كسبة ثقافة سياسية بالضبط الحاليا يعني كل الأحزاب أصبحت مجبرة على أن يعني توصل البرنامج أكثر من أنها تمد وعود لوعد وبقات ما تكفيش هذه الأيامات ظاله وهذه ويعني الطريقة إحنا حبينا نمشي عليها في جيل جديد والحمد لله يعني راه الصوت عنا راه ويمشي بلا يعني بما نتكلمه على الاتصال الرقمي أكيد أتوجه بسؤال لذينا السيد كريم مونة مترشح القيمة الحرة من أجل التغيير لولاية العاصمة يعني كيف تسير الحملة الانتخابية يعني خاصة هذه الأيام الأخيرة يشتد فيها التنفس أكثر ما بين القوائم الحرة والأحزاب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا الحملة أنا انتهجت يعني في الحملة الانتخابية هذه انتهجنا يعني يعني ما صار جديد على ما رأيناه سابقا في الحملة الانتخابية الذي كان يقتصر على فولكلورات في قاعات حتى يعني يجلب مواطنين خارج الولاية يعني خارج من الضائرة الانتخابية للولاية كل هذا من أجمل الفراغ من أجمل الفراغ أو تمرير رسالة للسلطة السياسية أننا موجودون من يوجد في الميدان يوجد يعني ليس عند المواعيد الانتخابية فقط بل يجب أن يكون هناك نظال الانخراط في النشاطات الجمعوية والحقوقية كل هذه الأمور تتوج إلى أو تصير يعني حتمية من أجل الترشح للبرلمان يعني في الحملة الانتخابية نحن نعمل على أعطينا يعني برنامج ليس مثل كل برامج التي تسوق هنا وهناك ما احترامي لكل البرامج لكن أنا من ناحية البرامج أنا ضد لمن يسوق لبعض البرامج التي هي من صلاحية رئيس الجمهورية أكيد يعني خار صلاحية النائب البرلماني وانا عندما يعني وضعت برنامج يعني درت على أساس صلاحية البرلماني الذي يطلع في مهام محلية ومهام وطنية من هذا المنطلق نستطيع أن نعمل برنامج والتزامات التي يمكن يعني توفيتها في الميدان مثلا نرى أن البرلماني له يطلع في التشريع بما أنه ممثل الشعب أيضا له دور رقابي رقابة محلية ووطنية وأيضا له التشريع إذن هذه ثلاث نقاط ونقل انشغالات الشعب ومن بين البرامج أننا نركز على استيعاب ونزد يعني مهمة رابعة لهذا البرلمان أنه سيعمل على استعادة الثقة الحلقة المفقودة ما بين الحاكمة والمحكوم ما بين المواطن والإذار من الحمل الانتخابية بطبيعة الحال طالما أنا اشتغلت كناشط جمعوي وسبق يعني حضرت معكم في عدة فيما ماضا إذن كمحامي وناشط جمعوي وكرئيس جمعية عملي كان يعني كنا نركز عمالنا الجمعوي من أجل استعادة الثقة المفقودة ما بين المواطن والإدارة كنا نوصل إنشغالات المواطن رغم أن لا يختلف إثنان أن الإدارة كانت تمارس يعني ممالسات البيروقراطية كل هذه الأمور أفقدت الثقة في المواطن الجزائري لذلك أنا يعني أرى أن البرلمان هذا البرلمان يجب أن يعمل يعني كخطوة أساسية وسريعة عند تنصيبها لاستعادة الثقة المفقودة ما بين المواطن الإدارة جزائري فيما يخص هذا النقطة سيد محمد ريدا بن حميدة فيما يخص إعادة الثقة سواء في الأحزاب أو في القوائم الحرة يعني على العموم على المترشحين إعادة ثقة المواطن ما بين المواطن والمترشحين ما هو الخطاب ربما المعتمد يعني اعتمدتم الكثير يعني شفنا ما بين الأحزاب والقوائم الحرة اعتمدتم على العمل الجواري النزول إلى الميدان التحدث مباشرة مع المواطن يعني معرفة ما هي تطلعات المواطن لهذا البرلمان شكرا فيما يخص المجتمع أو الشباب أو جميع الشرائح المجتمع في خطاباتنا كانت واقعية والواقعية والحقيقة هي اللي تخلي الإنسان أو تخلي الشخص اللي أمامك يصدقك كل هذا كان أمامنا احنا عارفين باللي الوظيفة البرلمانية هي تشري عيامها هيش تفلي احنا في بداية حملتنا الانتخابية كانت ما بيننا وما بين المجتمع أو ما بين شرائح المجتمع على أساس أنهم فهموهم على أساس أنه نحن نجموا لحقولهم الفكرة إلى المسؤولين للدفاع عنهم بما أنه بما أنه المهنة نتاعي أني محامي لدى المحكمة العليا مالفين أو هيئة الدفاع مالفة الدافع على المواطنين تكون هيئة الدفاع على المجتمع المدني اللي راهم محرومين مع استحداث أو احتمال استحداث مشاريع قانونية تفيد المجتمع الجزائري لأنه لأنه البرلمان اللي السابق كان وكان كما هو ومعروف كان يختلي من رجال القانون لأنه فيما يخص البرلمان إذا كان فقد منه الرجال القانون رح يفقد مصداقيته وننتمنى تشريعية نعم الشيء الذي شفته فيه جميع القوائم لاحظنا أنه هناك رجال القانون دخلوا لهذا المعترك السياسي وهذا بحد ذاته إنجاز لأنه في حالة ما إذا كانوا كانت فئة كبيرة من رجال القانون سيكون برلمان قوي والأكثر من ذلك لا تكون دولة جزائرية قاوية إلا إذا ما كان إذا كانوا هناك رجال القانون في البرلمان بقوة وبشراسة على الأقل يديروا النهضة لهذه الدولة إن شاء الله وهذا ما نصب إليه سيد عبد المنعم لما تحدث فيما يخص أهم لما تحدث على البرنامج على العمل الجواري على ماذا اعتمدتم أنتم كحزب جيل جديد شكرا أولا نحنا في جيل جديد لازمنا نفهم أولا أنه برنامج جيل جديد يعني متوفر يعني منذ مدة طويلة يعني وكنا يعني نشرناها على مواقع التواصل الاجتماعي وانشرناها في الموقع وفي الحملة الانتخابية قمنا بما هو أكثر من ذلك يعني طبعناها على شكل جريدة ومديناها للمواطنين باش يقرأوا هذيك البرنامج ويفهموا يعني ما هو توجهنا احنا يقول البرنامج الوطني تعني يعني خلافا مثلا القوائم الحرة اللي عندها برنامج يكون خاص مثلا بالولاية ولكن في حزب رح يكون برنامج رح يأخذ كل الوطن بعين الاعتبار بطبيعة الحال فتخدمنا أصلا أيضا مواقع تواصل الاجتماعي يعني حاولنا أنه احنا يفجي الجديد يعني كما نشو على كل معدل عمر تعني 369 سنة موادل كل القوائم فيعني الاتصال الرقمي هذا حاجة اللي نحن طبيعية جدا وحاجة خدمنا بها حتى من قبل الحراك فحاولنا أنه نستخدم مواقع تواصل الاستماعي باش نلحق لكل الشرائح وأكثر هم شباب شباب اليوم ما راهوش مقتلع بتشرعية كل الانتخابات على كل حال يعني نتفهم الأمر لأنه قديما ما كانش كاي نتائج من هذة الانتخابات والمشكلة أيضا أنه بكريم ما شفنا حتى وفي الوعود الوعود الكاذبة اللي كانوا يديرون يعني لم تتجسد على أرض الواقع بيت طبع أتوجه لسيد كريم مونة يعني على ماذا اعتمدتم يعني أنتم كقائمة حرة من أجل التغيير من أجل استقطاب هذه الهيئة الناخبة يعني خاصة يعني هناك فئات يعني هناك المترددة وهناك يعني المقاطعة تماما ولين أنا شخصيا كين فئة يعني اللي كانوا من المقاطعين يعني وين أبدوا لأنهم يساندون في هذه الانتخابات هذه لأن كما سبقوا قلت أن وشنا نديره هو استكمال لنضال وما صار لبديناه في نشاط جمعوي في النشاط السياسي أو كنشاط حقوقي إذن الناس سيتشوف بلي كنا نحاولوا كيفاش نمدوا دائما حولوا الإدارة المحلية كنا نمدوا حولوا مثلا حتى في الحركة في بدايته قدمنا مبادرة النور التي مشينا حتى الباتنا وسلمناها للرئيس الأسبق سيد ليمين الزروال إذن كل هذه الأمور هذه دائما كنا نبادر لحلول لتخديم مقترحات ضد الشعباوية الفارغة والزعامات الفارغة هذه لأن أنا نشوف لمشكلة جزائي اليوم مشكلة شعباوية مشكلة تواصل هذه المشاكل التي أرقت من الزامات الأزمة السياسية في البلاد والتي بطبيعة الحال أي أزمة سياسية تلقي يعني تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي وبالأخص الوضعية الاجتماعية للمواطن إذن أنا شخصيا درت برنامج قدمته قلت نلتزم به كشخص إذا ربي وفقني ودخلت البرلامان هدايا برنامج لألتزم بأن ندير حرف سماة نتقيد به بكل بنود التي قدمتها أيضا نقول باللي أنا نشوف اليوم الأزمة التي تشهدها البلاد يعني تستلزم فارقا وطنيا من أجل الخروج من هذه الأزمة وبالأخص الرداء التي عششت في عدة ميادين يعني خاصة وما زادها الطنابلة وجائحة كورونا جائحة كورونا وإنكسها على مختلف في الإطاعت يعني نحن اليوم لازم نبضرو بحلول لأن مثلا البرلمانات السابقة لم نرى يعني البرلمانيين يمارسوا كل صلاحيتهم لأنهم الصلاحيات تحهم ما كانوش يمارسوها كيف يمشي الشعب سقسه يقولوا أنا خاطيني أنا عندي غير تشريع لكن عندك دور راقابي وهذه تشكالية التي يعربوا عليها فيما يخص العمل الجواري يقول لك نحن في الحملة انتخابية نشوفكم نزلتوا إلى الشارع تحدثتوا إلى مواطن مباشرة لكن بعد الانتخابات لا يزالوا يشوفهم يقول لك حتى أنه يغير رقم الهاتف وما شبه هذه ممارسات يعني على الأقل إذا حبيت صح تمثل الشعب لازم تكون تحس وش راو يحس الشعب هذا أنا كترشحت خاتشو علاش أنا ولد الشعب أنا حاس وش راو يعاني الشعب هدايا وراني مش شعب هدايا وراني عايش اليوميات على الشعب هدايا الناس راه يجي تترشح من أجل مآرب أخرى كما إذا الناس يجي تترشح من أجل مآرب أخرى شفنا بعض التهريجات في البرلمان البرلمان صح عندك دور في التشريع يعني كل ناس على بالها بها لكن الدور الرقابي ونقل إنشغالات المواطن نحن ما شفناش برلمانيين يقعدوا يواضبوا على رفع إنشغالات على المستوى المحلي بالأخص الناس ولا تتقابر يجي يطابوا ويديروا التهريج بهم يديروا بهم الباز ولينا شوفوا مهرجين مش برلمانيين سنعادت هذا النقطة نتحدث يعني نتطرق إلى نقطة مهمة هو الإشكالية اليوم وإشكالية اتصال لما نتحدث على سياسة الاتصالية يعني مثلا في القوائم الحرة على ماذا اعتمدتهم فيما يخص السياسة الاتصالية والترويج لهذه الحملة وأيضا للبرنامجكم في الحقيقة منذ السابق قلنا أنه وضلنا الأعمال أو العمل الجواري من بداية من اليوم الأول وإحنا نخدمه في هذا العمل وكانت ناشحة ومشينا إلى باب الويد لأنه تعتبر منطقة شعبية ولقينا ترحيب كبير في بلدية باب الويد مشينا الحراش في قلب الحراش ولقينا أيضا ترحيب كبير لكن الإشكال ماهوش في الانتخابات الإشكال أنه المواطن موش فاهم البرلماني وش يحتاج إحنا عدنا والله بدينا أنه نفهمه في المواطن على أساس أنه البرلماني لا تطلب منه المستحيل لأنه طلبك للمستحيل رايح ربما شرح الدور الواقع للبرلماني لا لا رح يبينك أنك للمواطن عنده نظرة حول البرلماني أنه يعني هو بريستيج يعني البرلماني ما يزيش يشوف فيه يعني يتحق فقط في الحملة الانتخابية يضمن الخمس سنوات فيما يخص فيما يخص فيما يخص النظرة للمواطن كما عودوهم في البرلمانة السابقة على أساس أنهم يطفوا الهاتف ممارسة السابقة يفرموا زياد أنه ما يمعتش يتصل لا لكن أنا الشيء اللي لاحظته عند المواطنين سواء في 14 ولا 15 المقاطعة أو بلدية هو أنه المواطن موش فاهم دور البرلماني مع أنه دور البرلماني هو تشريعي فقط إذا كان فهمته على أساس أنه الدور نتاعه هو تشريعي ما هوش تنفيذي دور البرلماني هو نقل الحدث أو نقل الإشكال إلى المسؤول مع المراقبة كيف فهمه التحسيس كان على فهم المواطن هذه الآليات البرلماني عدت عدنا قابلية وقابلية كبيرة ومشون معنا ناس 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 بزاف وكانت الأكثر من ذلك حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كدرنا لفيديو في السوسيال ميديا هذه كانت قابلية كبيرة على أساس أنهم فرحوا فرحوا على أساس أنه هذا البرلماني إن شاء الله اللي راح جاي هذا الخطرة يكون قد المسؤولياء ويكون يلبي رغبات المجتمع نحن نتمنى كما دفعنا على الناس في جميع محاكم الجزائر العاصمة نتمنى أنه ندفع على المواطنين في البرلمان لجلب الحقوق متاحهم بدون بدون مقابل إن شاء الله نتحدث سيد عبد المنعي فيما يخص سياسة الاتصالية أنتم انتهجتم ربما شيء جديد يعني فيديوهات واقعية مثلا الفيديو تاعك اللي أحدث رواجل في موقع التواصل الاجتماعي يعني حتى الكلمات كانت مباشرة كانت سهلة يعني لماذا اعتمدتم هذا على هذا النامط شكرا هي النقطة المهمة هنا في الاتصال أنك تلحق المعلومة للمواطن كي تكون صح تسحق المواطن سابقا معلتنا على بل أنه ما كانوا يسحقوا المواطن فالسياسيين كانوا ينتهجوا يعني اللغة اللغة اللي يسموها كذير يعني يقولها لغة الخشب يعني أنا صراحة يعني انتفاجأ أنه كيدخلوا شباب صغار يعني يدخلوا للسياسة يتغير يعني الكلام تحب ويصبح يعني عنده حوار وعنده لغة خشب احنا في بالعكس كيما قلت لك تصلنا يعني بكري كنا نعمله يعني بزفة على الموقع التواصل الاجتماعي وقمنا بالعديد يعني من الحملات برا صحيح ما كناش نشاركوا يعني في الحملات الانتخابية ولكن كانت معظمها حملات مقاطعة فكنا نتصلوا يعني مع المواطنين ونحنوصلوا لهم الفكرة بلغة بسيطة اللغات اللي هي مثلا تتوصلها لشباب اللي ما يعرفش القوانين وتحاول انك تفهموا القانون وتفهموا يعني كيفاش المواطن عنده السلطة فوق البرلماني وليس العكس مش البرلماني اللي يجي فوق المواطن ولكن المواطن هو اللي يكون يعني فوق يتحكم في البرلماني عن طريق صوته هذه يعني بعض السياسات وحنا يا فجل جديد كنا يعني شباب فخدمنا على الكعديد من الفيديوهات اللي هي حاليا المادة اللي يعني المواطن يستهلكها بزاف يعني خاصة فيما يخص موقع التواصل الاجتماعي ربما قلوا ظاهرة في هذه الحملة الانتخابية فيما يخص التمويل أو الإعلان تمويلي لصفحات موقع التواصل الاجتماعي يعني هل خدمت نوعا ما الحملة الانتخابية هي العمل التمويلي هنا كين مشكل بسيط لأنه الهيئة المستقلة ما شرحت لنش مليح يعني القوانين يعني بالنسبة للسبونسورينج فشفنا باللي بعديد من الأحزاب قاموا يعني بعمل التسبونسورينج كين بعض المشاكل مثلا تلقى ولاية مثلا قائمة في ولاية وهران تقوم يعني بعمل التسبونسورينج في ولاية الجزائر العاصمة وهذا شيء يعني غير طبيعي يعني فالناس تحاول توصل المعلومة ولكن شفنا باللي كين مشكلة اليوم أنه كل القوائم أصبحت تستخدم يعني بدون دراسة يعني الأهداف من وراء هذاسبونسورينج يعني يعني يحطوا صور ولا نص فقط يعني ويسي يعني اللي يوصله المواطن فما يلقى شراواج المشكلة أنه يحاولوا يخدموا كل شيء وحدهم ما يستعينوش يعني بشركات مختصة يعني في الإعلام والاتصال هذه النقطة اللي احنا ما كانتش عدنا لي أنه كين العديد من المناظرين في جيل جديد اللي يخدموا في مجال الاتصال أنا واحد منهم فيعني حاولنا أنه نحطوا الخبرة في العمل الاتصالي في الحملة الانتخابية طيب سيد كاريمون يعني نعود ونذكر فقط أنه ترك ثقيلة خاصة مقامة من ممارسات الماضي من أجل إعادة ثقة لهذا المواطن يعني خاصة الشباب الذي عزف يعني نوعا مع العمل السياسي لكن الحمد لله يعني إقناع هذا المواطن أو لإقناع الشباب لدخول معترك الانتخابات والتشريعيات وأيضا ربما إقناع المواطن من أجل توجه إلى الانتخاب وأداء واجبه الانتخابي ربما ترسيخ ثقافة أنه التغيير سيتم إلا عبر صندوق أنا كين المثل الشعبي يقول لك لي ما يعرفك ما يجهلك نحن نظرك لي يعرفون يعرفوا الأستاذ والدكتور كريمون واش قيمته في المجتمع واش قيمته في النضال هذه الفئة نشكرهم على الدعم المساندة اللي رامي يقدموها لي مشكورين لكن نحن نتحدث على الفئة الأخرى اللي نزيد ونعملوا باش نزيد ونستقطبوها باش يدعمونا ويسندونا في هذه الانتخابات لأن العديد يعني كما قلت باللي الممارسات القديمة ولو يشوفوا باللي هذا البرلمان يحوز على 30 مليون ومزايا وكما نقول بين قوسين بالعامية يديروا في الزافر نحن يشهد الله أننا ما ندخل 30 مليون إذا بينا 30 مليون ريحوا فيما كاتبنا وندو 30 مليون وندو ما أكثر الحمد لله نحن نيتنا أننا نخدم هذا الشعب نيتنا نكمل واشدرناه بدون ما نكونوا برلمانيين أو ممثلي الشعب حاولنا قدر استيطاعتنا أننا ننقل إنشغالات الشعب ونوصلوا صوت تاعه لأن في الأوين الأخيرة شفنا بلي صوت الشعب ما كانش يلحق صوت الشعب في قلة قليلة يعني بعض القناوات الإعلام اللي كانت تتلحق شوية إنشغالة الشعب لكن على العموم اللي هما ممثلين الشعب اللي كان ما نوط بهم يلحقوا إنشغالة الشعب ما كانوا شي يلحقها ربما حتى أنهم يسمعوا عن إنشغالات الشعب ربما عبر مواقع توصيل اجتماعي ما ينزلوش حتى الميدان ما شفنا حتى برلماني كان ينزل الميدان كلها تهريج يروحوا ينزلوا مع الوالي ومع الوزارة بصحباش يخرج للحومة تاعه ولا يخرج للولاية تاعه للبلدية تاعه كما ذكرت في البداية ربما اغتنام بعض الطابوهات والحديت عليها في البرلماني هذا ما كان يقابروا في ليباز يروحوا البرلماني يهرجوا وهذا يعني ربما افقدت المواطن يعني الرغبة الى توجه اصلا الى صناديق الاختراف لان وعلاش نشوفوا باللي الناس لا يتمارس سياسة والنشاط يعني لا يتخلد يعني يعطولها بعض المسؤوليات في النشاطات الجمعوية نشوفوهم باللي ما عندهم مش تكوين لا تكوين سياسي لا تكوين في النشاط الجمعوي ولو يخلطوا ما بين كل النشاطات نقص المستوى الدراسي كل هذه الأمور لازم نضك حان الوقت اننا نرتقي بهذه الممارسات صحيح ان الجزائري يبني هالجامع لكن يجب ايضا على الشعب الجزائري يعني نلتمس ونطالب الشعب الجزائري انه يلتف وراء النخبة الحقيقية وليست النخبة الخائبة يعني اللي ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في البلاد والأزمة الاقتصادية وانا ايضا توجه نذكر بلي ان الوضع الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري راي في تدهور اليوم هذا البرلمان هدايا لازم يدير قاطعة مع الممارسات البرلمان السابق حان الوقت لانا نركز على نقطة أساسية وهي نقل انشغالة الشعب اذا وصلنا ان شاء الله وانا رجعنا ثقة ما بين المواطن والإدارة اي ما بين السلطة السياسية والحكومة الجزائرية راح نوحد الجبهة الداخلية وانا من ضمن المشروع لانا نتقدم يعني اللي طرحته خلال الحمل الانتخابية اننا نملك مشروعا من أجل يعني ندير كما نقول حنايا من أجل لمش شمل كل فرقاء السياسيين من أجل يعني من أجل وحدة الجزائر لانا وش روصاري الان ما وش يخدم الجزائر لكن احنا نسعى بكل الطرق وفي حدود صلاحيتنا في حدود استطاعتنا اننا ندير لمش شمل على طاولة الحوار من أجل طيب سيد بن حميدة يعني نشوفوا لأول مرة فالتشرعيات يعني القوائم الحرة يتجوز عددها الأحزاب يعني ماذا يمكن أن تقدمها القوائم الحرة يعني مقارنة بالأحزاب يعني نشوفون الأحزاب عندها قاعدة نظانية مقارنة يعني بالقوائم الحرة ربما لهي جديدة نوعا ما في الحملات الانتخابية شكرا فيما يخص القوائم الحرة اللي شفناها في هذه المرة بكثافة أنا أنا حسب رأيي أقول أنه هذا صوت الشعب في الانتخابات هذه الأول مرة وهذه سابقة في تاريخ الجزائر السياسي أنه تكون ثلة أو مجموعة كبيرة من إطارات أو ناس عندها عندها باع كبير في القانون أو في عدة مجالات فيما يخص حابين يعدلوا البلاد أي أن القوائم الحرة مدام دير قائمة حرة نعطيك مثال مثلا قائمة الإعلام هذه قائمة الإعلام هذه تضم ما يقارب 36 إطار فيهم المحامين فيهم الأطباء فيهم فيهم رجال القانون فيهم إطارات في صناتراك فيهم فيهم بزاف حويش الهدف نتاحهم ألا وهو أنه نديروا نهضة سياسية في البرلمان الهدف تحق القوائم مثلا القائمة نتاعنا هذه قائمة الإعلام ألا وهي أنه يكون عندها يكون يكون البرلماني عنده صوت في قبة البرلمان وذلك لتقوية الدولة سياسيا الشيء اللي لحظناه في قوائم الحرة يا أستاذا حنا نشوف مثلا أنه حتى العمل الجواري اللي راح تقوم به القوائم الحرة ما كانتش في السابق حتى التحسيس المواطن والمشي معاه في 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 الشوارع ما كانش ما كانش في السابق طيب سيد عبد المنعم يعني أنتم كمترشحا حزب جيل جديد بالعاصمة يعني أنتم كشباب ورهن اليوم حول الشباب يعني خاصة في تصريحات رئيس الجمهورية وتجرسد ذلك من خلال دستور 2020 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب يعني أنتم كشباب ستكونون إن شاء الله ربما هيئة تشريعية يعني كيف سترافعون من أجل إيصال صوت المواطن البسيط إلى السلطة أولا يعني بالنسبة يعني العليا للشباب المجلس الأعلى للشباب يعني يعني نقطة مهمة نقطة مهمة ومليحة أعلى لأنه هي راح تكون فاصل برك يعني ليشجع الشباب أنه يدخل للسياسة شفنا في قديم أنه الشباب ما يحبوش يدخلوا في السياسة فالمجل هي مجلس أعلى للشباب راح يهيئهم وراح يدخل لهم يتحكوا شوية مع السياسة هو مجلس استشاري فقط يعني ما شرح يشرع وما راح شرح يراقب ولكن يستشار يعني في المواد اللي تهم الشباب يهيئه باش يدخل يعني مباشرة باش يطلع للسلطة التشريعية ويدخل يعني في البرلمان نحن في جيل جديد استبقنا شوية الأحداث ودخلنا مباشرة في السباق نحو السلطة السلطة التشريعية كيكون عندك برلمانيون شباب راحين يشجعوا يعني راحين يوصلوا نظرة شبابية يعني ورح يحطوها في البرلمان راحين يشجعوا للشباب انهم كيشوفوا باللي كان يعني قرانهم راهم في سلطة التشريعية وراهم في رقابية ونزم يعني نعرف انه الشباب عادة عندهم عندهم مروح يعني المبادرة وميخافوش يعني يتحدثوا في كل المواضيع ما عندهمش يعني 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 سياسة عن طريق الاختراع يعني والمباشر سؤالك مقبل مثلا على كيف يعني نشجعوا شعب باش يدخل يعني يشارك في العملية السياسية هي مهمة البرلماني ليطلع للبرلمان مش مهمة المترشح للشريعية لأن المترشح للشريعية ما راح يقدم لكن ربما يهيئ نوعا ما بالضبط راح يهيئ وراح يقدم إلا وعود ولكن كي يطلع ويقول صح برلماني يقدر يعني يوضح كيف يتعامل البرلمان حقيقة كيف يتعامل مع المواطن حقيقة ليخلي يعني الشعب يربح ثقة هذاك البرلماني ولا هذاك الحزب ويعطي له صوته بعد خمس سنين ويكبر الحزب وتولي عنده قاعدة أكبر يعني سيد كاريم مونة يعني الملاحظ أيضا خلال هذه التشريعيات أن هناك شباب عنده كفاءة يعني شباب متعلم لانخرط في هذا العمل السياسي وأيضا فيما يخص هذه التشريعيات يعني توقعاتكم البرلمان القادم يعني هناك أيضا مشاركة للنخبة خلال هذه التشريعيات يعني ربما هذا يبعث بالأمل نوعا ما يبعث بالأمل إذا شجعنا الشباب طالما أنا كنت ندافع للشباب في العديد من الحصص المشكلة لصراف الجزائر أنه كان هناك فراغ سياسي من طرف الشباب لخلات وفراغ سياسي اللي كان نتيجة مقاطعة الشباب مقاطعة النخبة اللي خل تكون ممارسات يعني أقل ما يقال عنها أنها ممارسات يعني فولكلورية تهريجية ما كانوش ما كانوش ناس في بلايسهم أنا نشوف اليوم الشباب في إيطار مقنعوا فيهم يقولوا لك يا أستاذ نحن نعرفوك لكن ما يخلوكش ما يخلوكش تخدم هذا هو المشكل نحن نقولوا باللي إن شاء الله نقدر ونخدمه إذا كان هناك يعني النخبة اللي تتقدم أنا والنخبة كلها اللي تجي تتقدم رح نقضيه أولا على الفاراغ الفاراغ اللي استثمر فيه استثمروا فيه الانتهازيين السياسيين ولي كانوا يديروا البزنازة إذا إن شاء الله ملأنا هذا الفاراغ بالنخبة لقادرة بإذن الله نوجه لهم رسالة نقول لكم بلين قدروا نخدموا ولكن لازم تكونوا معنا لأننا نأمن بلين لا سيدة في هذه البلاد إلا الشعب يعني كل السلطات حتى في دستور في دستورنا السلطة تستمد من الشعب أيضا أي حاجة نحب يعني نواجهوها ونحلوها كل حلول موجودة يعني إحنا عندنا عندنا مشروع والحلول كاينة مش مشكلة حلول اليوم في الجزائر لكن مشكل تعني نتوحدوا أن الشعب هدايا يلتف وراء نخبة من أجل الدفع بعجل التنمية ويسبقوا قلت أنا نشوف بلين ركز على نقطتين من غير التشريعة نقل انشغالات الشعب وممارسة دور رقابي على التنمية المحلية والوطنية وأيضا قوة الاقتراح هناك اقتراحات يعني كي تكون يعني حجية يعني وتقدم حجج يعني وتسي تقنع السلطة أو الحكومة أو الإدارة المحلية راح منشوف بلين راح يرفضوا الاختراحات التوعك لأن كي يكون هناك يعني شعب وراءك وشعب حيب حيب صح يخدم وانت تكون حيب تخدم بإذن الله نقدره ونخدمه المشكل كي تكون وحدك إذا كما قلنا كي في السابق إذا الواحد كان وحده صحيح محشي خلوك تخدم أكيد لكن إذا توفر مناخ مليح ويكون الشعب على استعداد أيضا لأن المسؤولية نشوف فيها مسؤولية الجامع مسؤولية مشتركة بالسلطة والشعب وكل الأطراف بما فيهم النخبة التي تخلت عن دورها في المشترك طيب سيد كريمون يعني كان هذا فيما يخص توقعتكم برنامان القادم كسؤال ختمي أيضا لسيد بن حميدة وعبد المنعم توقعتكم أيضا البرنامان القادم من خلال يعني شفنا دخول الكفاءة ومعترك هذه التشريعيات شكرا أستاذ في حقيقة أنه بإذن الله إن شاء الله بعد تعديل قانون الانتخاب هذا نشكر المشرع الجزائري اللي أعطى أولويات بش يستطيع الشباب الجزائري أنه يكون قوائم حرة للدفاع عن حقوق وأليات أليات الشعب أنا أقول من المنبر هذا أنه نحن مستعدون أن نضحي بوقتنا وبحياتنا من أجل هذا الشعب هذا إن شاء الله وهذا ما نصب إليه أيضا سيد عبي مونعين بن حورية توقفتكم برلمان أنا متفائل أنا متفائل يعني ليس لنقول لك لأنه سيدخل في البرلمان ولكن نقول لك لأنه الشعب خلاص ولا عنده الوعي هذا يعني حاليا هذه العهدة بإذن الله ما رحش يخلو البرلماني يخدم وحده ما رحش يخلوه يخدمه شي حب رحين يتبعوه وراحين يمارسوا عليه يعني السلطة تاحهم عليه وراح بإذن الله هذا البرلمان رح يرجع بفائدة يعني كبيرة للشعب وبإذن الله بعد خمس سنين رح نشوفه النتائج إن شاء الله وهذا ما أنا تمنى أتمنى أتمنى أن أتمنى توفيقكم سيد محمد ريدا بن حميدة متشاق مرحل العلام شكرا شكرا في عجالة فقط في عجالة فقط إن شاء الله نحوص البرلمان هذا يكون في إطار رفع النشغالات وتفعيل دور الرقابي من أجل أيضا رفع التهميش والحقرة الممارسة من طرف الممارسات الإدارة لنفرة المواطن كل هذه الأمور لازم يلتف الشعب وراء نخبة ونكررها إذا كانت النخبة في البلاد يلتف وراءها الشعب إن شاء الله نقدره نبدأ التغيير وكي نتكلموا على التغيير ما نقولوش بلي في ليلة ونهار نقولو كيما لندن لكن تغيير رح يدي بدرجات بدرجات نقولو إحنا أنا راني مترشح على القائمة الحرة من أجل التغيير رقم 37 تخيبو كاريمونو وإن شاء الله رح نلتزمه بكل ما جاء فيه البرنامج التاعي إن شاء الله شكرا لك سيد كاريمونو سيد عبد المنعي بالحرية مترشحة نحس بجلد جديد بالعاصمة وأيضا سيد محمد عيدة بن حميدة مترشحة على القائمة الحرة نعلم شكرا شكرا لكم أيضا